اشتركوا في القناة التمرين الأول التمرين يقول بسط العبارتين A و B حيث A يساوي جذر 12 ناقص 5 جذر 27 زائد 3 جذر 48 والعبارة B تقول B يساوي 2 جذر 20 زائد 4 جذر 8 ناقص جذر 45 زائد 3 جذر 32 سوف نتابع معا الحل حل التمرين يقول تبسيط العبارة A لدينا جذر 12 ماذا يساوي لنبدأ بواحدة بواحدة نبسط جذر بجذر جذر 12 ماذا يساوي يساوي جذر 4 في 3 لماذا أخذنا 4 في 3 لأن 4 عادت ناطق و3 عادت غير ناطق يبقى بالجذر أما 4 في عادة ناطق نستطيع أن نستخرج يعني نستطيع أن نستخرج مربعه مثلا 4 ماذا تساوي تساوي 2 مربع إذن جذر 4 يساوي 2 و3 هو عادة ناطق يعني تخرج لنا قيمة غير مضبوطة لذلك نتركه بالجذر يصبح من الشكل A جذر B بمعنى جذر 4 في 3 يساوي 2 جذر 3 نستطيع أن تقول بعض التلاميذ يقول مثلا جذر 12 كذلك يساوي 6 في 2 أقول له خطأ لأن 6 هو عادة غير ناطق و2 هو عادة كذلك غير ناطق يجب أن نضرب عادة ناطق في عادة غير ناطق أظن أن هذا مفهوم الآن لنذهب لنبسط جذر 27 جذر 27 ماذا يساوي يساوي جذر 9 في 3 لماذا؟ لأن جذر 9 هو عادة ناطق و3 هو عادة غير ناطق نتركه بالجذر جذر 9 هو 3 لأن 3 مربح تساوي 9 يعني جذر 9 هو 3 نقول 3 جذر 3 من شكل A جذر B لأن تبسيط عبارة نجعلها من الشكل A جذر B الآن جذر 48 يساوي جذر 16 في 3 ويساوي جذر 16 هو 4 وجذر 3 نتركه بالجذر لأنه عادة غير ناطق الآن ما دمنا أننا بسطنا الحدود من الشكل A جذر B لنعوذ في العبارة لدينا A يساوي جذر 12 ناقص 5 جذر 27 زائد 3 جذر 48 جذر 12 لقد توصلنا إلي وهو 2 جذر 3 الآن جذر 27 قلنا هو 3 جذر 3 بمعنى 5 في 3 جذر 3 5 في 3 جذر 3 زائد الآن جذر 48 هو 4 جذر 3 ونحن عندنا 3 جذر 48 بمعنى 3 في 4 جذر 8 يعني العدد يضرب في العدد ولا يضرب في الجذر حذاري الآن لنوصل 2 جذر 3 تبقى كما هي 5 في 3 جذر 3 5 في 3 هي 15 جذر 3 زائد 3 في 4 هي 12 جذر 3 وتساوي الآن نلاحظ بأن بسطنا رجعت لنا الحدود كلها من الشكل A جذر B ونلاحظ بأن B جذر B مشترك بين جميع الحدود جذر 3 جذر 3 جذر 3 ماذا نأخذ نأخذ الأعداد المرفقة بالجذ يعني بإشاراتها لدينا هنا 2 هنا ناقص 15 وهنا زائد 12 نجعل نفتح قوسين نضع 2 ناقص 15 زائد 12 بهذا الشكل مضروبة في جذر 3 جذر B 2 ناقص 15 زائد 12 تعطيني ناقص زائد 2 ناقص 15 بمعنى ناقص ماذا ناقص 12 ناقص 12 زائد 12 لا يبقى شيء تصبح لدينا ناقص جذ 3 الإشارة هنا تخرج بالنقص لأن ناقص زائد يعطيني النقص تبسيط العبارة الآن B بنفس الطريقة لدينا جذر 20 ماذا يساوي يساوي 4 في 5 لأن 4 عدد ناطق و5 عدد غير ناطق يبقى في الجذر وأما 4 فنستطيع استخراج مربعي الذي هو 2 جذر 5 الآن جذر يساوي 4 في 2 جذر 4 عدد ناطق و2 العدد غير ناطق يبقى في الجذر ويصبح لدينا 2 جذر 4 و2 جذر 2 الآن جذر 45 يساوي جذر 9 في 5 جذر 9 وعدد ناطق يصبح 3 وجذر 5 عدد غير ناطق يبقى في الجذر الآن جذر 32 ويساوي جذر 16 في 2 جذر 16 هو 4 وجذر 2 يبقى في الجذر لأن بيساوي الآن نعوذ كما فعلنا في العبارة يساوي 2 جذر 20 زائد 4 جذر 8 نقص جذر 45 و40 زائد 3 جذر 32 تساوي الآن تحصلنا جذر 20 هو قلنا بأنه 2 جذر 5 مع الاثنين المضروبة فيه تصبح 2 في 2 جذر 5 والتي هي 4 جذر 5 زائد الآن 4 جذر الثمانية قلنا جذر 8 هو 2 جذر 2 والاربعة المضروبة فيه 4 في 2 هي 8 جذر 2 زائد 8 جذر 2 الآن ناقص جذر 45 و40 قلنا بأنه هو ناقص 3 جذر 5 يبقى كما هو زائد 3 جذر 32 جذر هو 4 جذر 2 و3 المضروبة في 3 في 4 تحصبح 12 جذر الآن أصبح لدينا جذر 2 هنا جذر 2 مع بعض وجذر 5 مع جذر 5 ماذا نفعل نأخذ بالحدود هذه جذر 5 مع جذر 5 نأخذ لها الأعداد الملحقة بالجذر لدينا هنا زائد 4 وناقص 3 مضروبة في جذر 5 زائد 4 وناقص 3 مضروبة في جذر 5 لاحظ جذر 5 جذر الآن نذهب إلى جذر 2 جذر 2 مع جذر 2 تصبح لدينا زائد 8 زائد 12 مضروبة في جذر 2 تصبح بهذه الطريقة 4 ناقص 3 وهي 1 جذر 5 نستغني على 1 8 زائد 12 وتساوي 20 ويتصبح 20 جذر 2 20 جذر 2 وتساوي جذر 5 زائد 20 جذر 2 أرجو أنكم التمرين الأول واستوعب الحل لننتقل إلى التمرين الثاني على بركة الله لاحظ معي التمرين الثاني يقول A وB عددان حقيقيا حيث A يساوي جذر 2 على 2 جذر 3 وB يساوي جذ 3 زائد جذر 2 على جذر 2 يقول السؤال اجعل مقامي الكسرين A وB مقامي الكسرين A وB عددين ناطقين السؤال الثاني احسب المجموع A وB ثم اعطي القيمة المقربة له إلى 10 اوس ناقص 2 بالنقص ناقص 2 بالنقص لنذهب إلى الحل هنا فيما يخص تنطيق النسبة ولقد تعرضنا إذا هذا الدرس في الفيديوهات السابقة نضرب بسط ومقام الكسر A في العدد جذر 3 كما قلنا نحن في القاعدة نضرب في جذر B هنا هذا وجذر 3 وبالنسبة لنا هو جذر B هو جذر B بمعنى نضرب كل من الكسر والمقام في جذر B ليست نين جذر 3 بل جذر بجذر A في جذر B لدينا الآن جذر 2 كسر جذر 2 في جذر 3 على 2 جذر 3 في جذ 3 جذر 2 في جذ 3 يساوي بالطبع جذر 6 الآن جذ 3 وجذ 3 بمعنى جذر 3 مربع وقلنا بأن أي جذر مربع يساوي العدد فقط يعني نأخذ 3 وهذه هي الاثنان التي كانت مضروبة في جذر 3 الأولى بمعنى تصبح 2 في 3 وتساوي 6 وتصبح جذر 6 على 6 وهكذا أصبح المقام عدد ناطق أصبح لنا عدد طبيعي ناطق الآن نضرب بسط ومقام الكسر B في العدد جذر 2 الآن نذهب إلى جذر 2 لدينا جذ 3 زائد جذر 2 الذي كان هو الكسر في جذر 2 الذي هو المقام بمعنى جذر B على جذر 2 في جذر 2 بمعنى هنا لدينا خاصية توزيعية بمعنى نوزع جذر 2 في جذر 2 هنا وفي جذر 3 يصبح لدينا جذر 2 في جذر 3 هو جذر 6 هو جذر 6 وجذر 2 ونحن نقول بأن جذر 2 عندما يكون أي جذر مربع نأخذ ثاقط العدد يعني نأخذ 2 يصبح جذر 6 الذي ضربنا هنا جذر 2 في جذر 3 هي جذر 6 زائد جذر 2 في جذر 2 الذي هو جذر مربع جذر 2 مربع بمعنى هو 2 يصبح جذر 6 زائد 2 على جذر 2 في جذر 2 الذي هو جذر 2 مربع الذي يساوي العدد 2 ويصبح لدينا جذر 6 زائد 2 على 2 الآن فيما يخص حساب المجموع A زائد B نحن تحصلنا على A الذي هو جذر 6 على 6 وعلى B الذي هو جذر 6 زائد 2 على 2 فقط نقوم بعملية الجمع جمع كسرين لدينا جذر 6 على 6 زائد جذر 6 زائد 2 على 2 ماذا يساوي ليجب علينا توحيد المقامات ما هو المقام المشترك بين هذين الكسرين هو 6 لدينا هنا جذر 6 هذا يبقى كما هو لأنه راه بالمقام الأكبر جذر 6 على 6 زائد الآن جذر 6 زائد 2 على 2 كيف ذلك لاجب أن نضرب هذا العدد كذلك في 3 لأنه كيف تحصلنا كيف تحصلنا على على هذا المقام يجب أن نضرب في العدد 3 تصبح 3 في جذر 6 زائد 2 يعني جذر 6 زائد 2 كلها مضربة في 3 لماذا لأن 3 في 2 تعطيني 6 تحصلنا على المقام المشترك هنا تحصل على المقام المشترك هنا 4 6 ولكن هنا يجب أن نضرب في 3 كيف تحصل على 6 لذلك نضرب البسط البسط نضربه في العدد 3 كما ضربنا المقام لتحصلنا على المقام 6 يعني 3 في جذر 6 زائد 2 يعني 3 مضربة في كل من جذر 6 و2 لنوصل تبسيط 3 في جذر 6 الذي هو 3 جذر 6 هنا جذر 6 هذه تبقى كما هي للكسرة الأول عفوا الآن 3 في جذر 6 هي 3 جذر 6 3 في 2 التي هي 6 وتصبح جذر 6 زائد 3 جذر 6 زائد 6 على 6 الآن ماذا نلاحظ نلاحظ عندنا مقامين هنا مشترك جذر 6 زائد 3 جذر 6 زائد 6 الآن جذر 6 زائد جذر 6 هي جذر 6 تبقى كما هي لأن الجذر مشترك هنا لم نقوم بجمعها الآن ماذا نجمع نجمع الأعداد المرفقة 3 والواحد التي هي 4 جذر 6 زائد 6 نترك جذر 6 هكذا ونأخذ الأعداد المرفقة نجمعها معها التي هي كما ظهرنا كما كما بسطنا من الشكل A جذر B على الشكل A جذر B بمعنى نأخذ الحدود ونضربها في الجذر المشترك يعني بمشترك هنا يعني نترك جذر 6 كما هي ونأخذ زايد 1 زايد 3 التي هي 4 تصبح 4 جذر 6 كما عملنا في التمرين الأول زائد 6 زائد 6 على 6 ولو أردنا أن نتحصل على القيمة المضبوطة بالآلة الحاسبة فنحصل على هذه القيمة مثلا جذر 6 ويساوي الفاصلة لأنه عدد غير ناطق يساوي 2.44 تعلمون أننا نأخذ عددين فقط بعد الفاصلة تصبح 4 في 2.44 زائد 6 على 6 وتساوي 2.62 بالآلة الحاسبة لأن الجذر 6 عدد غير ناطق يساوي بالتقريب 2.44 بمعنى 2.62 هي القيمة المقربة للمجموع آزائد بي إلى 10 ناقص 2 بالنقص هذه هي الإجابة أعزائي الطلبة قلنا كيف هنا 4.40 وهنا 2.62 يعني بالنقص لاحظ معي بالنقص ناقص 2 الآن لدينا التمرين الثالث التمرين الثالث يقول ABCD مربع طول ضلعه XM إذا أضفنا 5 متر إلى طول كل ضلع من أضلعه أصبحت مساحته 81 متر مربع ما هو طول ضلع المربع ABCD نحن نعلم بأن المربع دائما أضلعه الأربعة متقايسة رمزنا إلى طول ضلعه بXM إذا أضفنا 5 متر إلى طول كل الظلع بمعنى XM عفوا زائد 5 لكل الظلع تساوي مساحته لأننا نعلم مساحة المربع ماذا تساوي الظلع في الظلع بمعنى 81 متر مربع يعني لو ضربنا هذا الظلع في ذاك الظلع مع إضافة 5 متر لكل الظلع سوف تعطينا المساحة 81 متر مربع ما هو طول ظلع المربع ABCD لنذهب إلى الحل مساحة المربع ABCD عند زيادة طول الظلع هي ب5 متر هي ماذا هي XZ5 لأن المساحة ماذا هي الظلع في الظلع بمعنى XZ5 طول الظلع الذي رمضنا له بX نضيفه 5 متر في الظلع الظلع كذلك XZ5 بمعنى XZ5 مربع هذه المساحة تقدر ب81 متر مربع بمعنى XZ5 مربع تساوي 81 أصبحت لدينا معادلة لنحل المعادلة XZ5 مربع تساوي 81 الآن كيف أحلها يجب هذا العدد المساحة أن أضعها له الجذر تصبح لدينا بش نحي المربع قلنا الجذر هو ماذا هو تربيعي وعدد تربيعي بها نحي أنا المربع من هنا من الأقواس يجب أن أضعها الجذر للمساحة XZ5 تساوي جذر 81 تساوي جذر 81 جذر 81 ماذا يساوي يساوي 9 XZ5 إذن يساوي 9 XZ5 هنا معادلة لها حلان يساوي 5 ويساوي كذلك نقص 9 كما ذكرنا في الدرس معادلة الذي درسناه ويصبح ومنه X يساوي 9 ناقص 5 ويساوي 4 وبالتالي X يساوي 9 ناقص 5 ويساوي 14 ننقل الحدود ننقل الحدود مجاهل في طرف هذا هو الحل هذا الحل مرفوض لأن الطول لا يمكن أن يكون عدد سالب إذن الحل المقبول ممكن في هذه الحلة هو X ماذا يساوي يساوي 4 يعني نأخذ الحل الأول لأن لا يمكن للظل أن يساوي عدد سالب مرفوض لأن الطول لا يمكن أن يكون عدد سالب يجب أن يكون عدد مجب وبالتالي نأخذ أربعة أي طوض على المربع ABCD هو أربعة ونحن درسنا هذا الدرس جيدا في المعادلة X مربع عفوا لو ترجعون إليه سوف تفهمون الدرس الآن وصلنا إلى ختام هذه التمارين أرجو من الله أنكم استوعبتم وإن شاء الله سوف تفوزون وتنجحون في شهادة التعليم المتوسط بامتياز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة